المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستوري للانتخابات عودة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قطع الكهرباء المملكة المتحدة ترفع صقف أسعار الطاقة بنسبة 80% الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيكس نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجني وكذلك الجرائم التي تضر بالبيئة وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة هو جرائم غش السلع وصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية مكبرة والتي أصفرت وبنطاق مدرية أمن الشرقية عن ضبط مركز بدون ترخيص لتداول وتعبئة المواد الغذائية بداخل 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأملاح المستخدمة في تنقية وتحلية المياه بداخلي 50 طن ملح ومواد خام جميعها مجهولة المصدر وضبط مصنع بدون ترخيص لمواد كيميائية بداخلي أكثر من 130 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهول المصدر ومنسوب إنتاجه لشركات وهمية وضبط 75 طن ونصف أعلاف حيوانية منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية واستمرار للحملات الأمنية بنطاق محافظة الشرقية أصفرت تلك الحملات عن ضبط مصنعين بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية بمضبطات بلغت أكثر من 107 طن أعلاف حيوانية ومبيدات حشرية مقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية كما نجحت في ضبط مصنع للمواد الغذائية ومجزر بدون ترخيص بمضبطات بلغت أكثر من 28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط مصنع غير مرخص للمنظفات المنزلية ومغزن بدون ترخيص لتداول المواد الكيموية بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن مواد خام مجهولة المصدر وبنطاق مدريات أمن القليوبية شنت الإدارة حملة أمنية مكبرة أصفرت عن ضبط نحو 256 طن مخللات ومواد خام مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات وضبط 65 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنديل ورقية ومواسير مياه بلاستيكية وأواني طهي منزلية جميعها مجهولة المصدر بسلاسة مصانع بدون ترخيص وبنطاق محافظة الجيزة تمكنت الإدارة من ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص لتصنيع الأسميدة الزراعية بمضبطات بلغت قرابة 105 طن أسميدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر كما نجحت في ضبط سلاسة مصانع وشركة بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة كيمويات البناء والمنظفات الصناعية والعبوات البلاستيكية وتدوير المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بمضبطات بلغت 75 طن ونصف من تلك المنتجات جميعها مجهولة المصدر تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط قرابة 60 طن كما تم ضبط أكثر من 62 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 752 قضية من بينها 251 قضية خبز ناقص الوزن و 119 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 12 طن أقماح محلية أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا دعم الأمم المتحدة القوي للجهود التي يبدلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب الليبيين للحفاظ على الحوار الجاري بينهم مشددا في الوقت الذاتي على ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن تصريحات رئيس البعثة جاءت خلال لقاء المسؤول الأممي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري ونائبه وتركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنمية على الصعيد الأمني ونزع فتي للتوترات الحالية أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي أن القوات الجوية تمكنت خلال ضرباتها من تدمير جميع الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد وقال الخفاجي أن تطور الإيجابي في المجالات العسكرية سواء الأمني أو الاستخباري ساهم في الضغط على الجماعات الإرهابية وفي قتل عدد من قادتهم بالبلاد أعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة تسعة جنود بنيران قوات الحوثي جراء الخروقات المستمرة للهدنة الإنسانية الأممية وفي بيان رسمي ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الحوثي ارتكبت 143 خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأضاف أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجميع تابعة لقوات الحوثي باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال رئيس الأوكراني فولادامير زالانسكي إن العالم كان على شفى كارثة إشعاعية عندما انقطعت الكهرباء عن أكبر محطة لطاقة النووية في أوروبا لساعات كثيرة وحث الهيئات الدولية على التحرك بشكل أسرع لإجبار القوات الروسية على إخلاء الموقع جاء ذلك عقب إعلان السلطات الأوكرانية إعادة ربط محطة زابريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية حيث قال زالانسكي إن القصف الروسي أشعل حرائق في حفر مخصصة للرماد داخل محطة كهرباء قريبة تعمل بالفحم ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن محطة زابريجيا لكن مسؤولا روسيا حمل أوكرانيا مسؤولية ذلك دخلت الأزمة الأوكرانية شهر السابع دون أن يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى حل لها عبر الطرق الدبلوماسية فكان وما يزال الالتقاء إلى القوة العسكرية هو سيد الموقف خطورة داهمة تتعلق بالعمليات العسكرية بين كل من روسيا وأوكرانيا والدعمين لهم فبالرغم من التزايد المستمر في أعداد الضحايا والمصابين من كل الطرفين إلا أن معضلة جديدة انبثقت في أوكرانيا وفرضت نفسها على الأزمة برمتها وهي أزمة محطة زابريجيا النووية في أوكرانيا والتي بدأ بناؤها في عام 1980 وتتضمن ستة مفاعلات من الحقبة السوفيتية تحتوي على اليورانيوم 235 المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا تم توصيل مفاعلها النووي السادس بشبكة الكهرباء الأوكرانية في عام 1995 وسمرت بعداء مهمتها في إمداد مختلف أوكرانيا بالطاقة الكهربائية حتى جاء تاريخ الرابع والعشرين من فبراير عشرين اثنين وعشرين حيث أعلن الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا قبل أن تسيطر القوات الروسية في مارسة على محطة زابريجيا سيطرة روسيا على المحطة مثل صدمة كبيرة للأوكرانيين حتى وصل الأمر لحد تبادل كييف وموسكو اتهام الآخر بقصف المحطة ومحيطها واستخدامها كدرع لقصف الأهداف العسكرية لتتزايد المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار كارثة تشير نوبل ما زلت أشعر بقلق بالغ إذا أتطور الوضع فيه وحول أكبر محطة النطقة النووية في أوروبا في زابريجيا حيث يجب العمل على تجنب أي أعمال قد تعرض السلامة المادية أو السلامة أو أمن المحطة النووية للخطر كما يجب عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية في محاولة منها لإعادة انتزاع السيطرة على المحطة طالبت أوكرانيا روسيا بالانسحاب الكامل من المحطة وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف الكامل عليها ومراقبة أنشطتها وهو ما رفضته روسيا قبل أن تعلن اعتزامها مساعدة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابريجيا النووية وتفقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للذهاب إلى زابريجيا منذ يونيو الماضي وأجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية حتى لا تؤدي بنا جميعا إلى عواقب وخيمة ونعرب عن استعدادنا للمساعدة في تجنب مثل هذا التصعيد للأزمة ويأتي ذلك فيما قالت الشركة المشغلة للمحطة إن الحرائق اندلعت بمنطقة قريبة من المحطة وألحقت أدرارا بخطوط كهرباء التي تربطها بالشبكة هي إذن أزمة زابريجيا التي طفت على السطح مؤخرا وباتت أحد أهم عنوين الأزمة الراهنة ليعلو معها كل يوم الفعل ورده حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زالنسكي من أن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا وأشار زالنسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب مضيفا أن سلطات كيف تحاول في ظل هذه الظروف بذل قصر جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء القادم ووصف زالنسكي الوضع مع الغاز في بلاده بالخطير والحاد جدا كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي عن احتمالية تواجد دائم لبعثة الوكالة في محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب إوكرانيا وقال جروسي أنه سيتم تحديد معايير مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا الكهروذرية وربما يتم توفير تواجد دائم للوكالة بالمحطة وأوضح أنه لا بد من القيام بذلك بالتنصيق بين روسيا وأوكرانيا معربا في الوقت ذاته عن أمل الوكالة في دعم الأمم المتحدة ودعم مركباتها المدرعة لإيصال فريقها إلى المحطة النووية أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية مرتين خلال 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن القوات الروسية ردت على القصف بتدمير مدفع من طراز هاوزر M777 أمريكي الصنع وأفاد بيان للدفاع الروسية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعرضت لإصابة بأربع زخائر لقسم الأكسجين والنيتروجين في المحطة بجانب إصابة المبنى الخاص رقم واحد للمحطة كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدفعية وأنظمة راجمات الصواريخ دمرت مركبتين قتاليتين ومستودع للذخيرة في قصف ليلي على مواقع للجيش الأوكراني وفي بيان ذكرت الوزارة أن بطاريات راجمات الصواريخ من طراز جراد في المنطقة العسكرية الغربية وجهت ضربة مكثفة للعدو وتم إطلاق النار في الليلة من على بعد حوالي عشرين كيلو متر وضربت فرق صواريخ جراد المواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين انتقدت السفارة الروسية في واشنطن لاتهامات الأمريكية بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا وقالت إن اتهامات واشنطن ليست أكثر من تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة وفي بيان ذكرت وكالة تاسا الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نشر التكهنات حول معسكرات التصفية التي تزعم أن موسكو أنشأتها في منطقة دونتوستيك قال الرئيس البيلاروسي إليكزاندر لوكاشينكو أن الطائرات الحربية البيلاروسية السوء 24 أعيد تركيبها لتحمل أسلحة نووية وأضاف لوكاشينكو للصحفيين أنه وافق على هذه الخطوة مع الرئيس الروسي بلادمر بوتين في السابق يشار إلى أن بيلاروسيا لا تمتلك أسلحة نووية خاصة بها ولكنها حليف لروسيا وسمحت باستخدام روسيا لأراضيها للهجوم على أوكرانيا أفادت وكالة حرس الحدود البولندية بأن بولندا استقبلت 5 ملايين و800 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير الماضي وذكرت الوكالة أن بولندا استقبلت ما يقرب من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا بينما غادر نحو 28 ألف واربعمائة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3 ملايين وتسعمائة وثلاثة وستين ألف شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي على الرغم من تراجع أسعار القمح والذرة في البرصات العالمية إلا أنه لا تزال هناك أسعار للسلع تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية يأتي ذلك فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها السابع بعد ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت أسعار القمح والذرة تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في سوق تستعيد نقطة توازن وتم تجنيب السيناريو الأسوأ مع مخاوف من الأمم المتحدة من المجاعة لكن الأسعار ما زالت مرتفعة وتضخم يشكل تهديدا فأسعار القمح ارتفعت إلى نحو 440 يورو للطن في السوق الأوروبية منتصف مايو وهو ضعف ما كانت عليه الصيف الماضي فيما كانت التجارة شبه متوقفة في البحر الأسود ولكن في أغسطس انخفضت الأسعار إلى 330 يورو للطن في غضون ذلك أعلن مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية أن أوكرانيا ستصدر أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في أغسطس ومن جهة أخرى ما زالت الأسعار مرتفعة جدا إذ إن الأسباب وراء ارتفاعها في مرحلة ما بعد كورونا لا تزال قائمة والتي تشمل ارتفاعة كاليف الضاقة والأسمدة التي ارتفع سعرها سلاسة مرات في عام واحد ويضاف إلى ذلك التضخم الذي يسقل كاهل الاقتصادات الأكثر ضعفا والتي تستورد أكثر من 50% من حبوبها أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا أنها سترفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداء من أكتوبر المقبل مما سيؤدي إلى زيادة التضخم أضافت الهيئة البريطانية أدنى الصقف سيرتفع من 1971 جنيه استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة ليصل إلى 3549 جنيه استرلينيا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جانبي أكد وزير المالية البريطاني ناظم الذهاوي أن الحكومة البريطانية تعمل بجد واكتهاد لتطوير خطة جديدة لدعم المستهلكين وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة الروسية في راية البريطانية أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام وذلك بسبب نزاع حول الأجور وقالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب الإضراب في تعطل كبير للخدمات العملاء ويعد هذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العملية في بريطانيا حيث يطالب العمل بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13% في وقت لاحق من هذا العام لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من بيروت أحمد ياسين الخبير الاقتصادي أهلا بك معنا أستاذ أحمد هل استنفدت بريطانيا كل الحلول الممكنة حتى تصل إلى قرار رفع أسعار الطاقة لتصل إلى 80%؟ نعم بالتأكيد الواقع بالنسبة لقطاع الطاقة في بريطانيا يعكس صعوبة كبيرة جدا وتحديات يعني عير مسبوقة بالنسبة لرئيس الحكومة البريطانية المقلن بالتأكيد تحديات كبيرة جدا وكل ذلك يرتبط مع العقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها على روسيا يعني مثل هذا الواقع هو ليس فقط بالنسبة لبريطانيا هو بالتأكيد يعني يخص كافة الدول ذات الاقتصادات المتطورة خاصة الاقتصادات الأوروبية انطلاقا من كون أوروبا ككل تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الروسية ولكن يعني أنا أرى بأن البريطانيين حاليا هم بانتظار رئيس الحكومة المقبل هناك معايير وخطوات من المنتظر اتخاذها للتخصيد من ارتفاع تكلفة المعيشة حسب آخر سطلعات الرأي التي تشيري لأن ليسترس هي الأوفر حظا لاستلام مقاليد الأقو في بريطانيا ولديها خطة محكمة ومتقنة بخصوص خفض الضرائد قيمة تزيدا 40 مليار جنيه سنيني بالأكيد هناك انتقادات وتساؤلات بخصوص كيفية أن تقدم ليسترس على هذه الكمية الكثيرة نعم أستاذ أحمد لكن يبدو أن هذه الخطط التي تديرها بريطانيا وكغيرها من الدول الأوروبية لا تأتي على هوى الشارع البريطاني والشارع الأوروبي بصفة عامة يعني أوروبا كلها تدور في حلقة مفرغة زيادة في التضخم، زيادة في أسعار الطاقة، زيادة في أسعار الغذاء يعني إلى أين تصل الأمور هناك في أوروبا بصفة عامة؟ يعني عند الحديث عن أوروبا كقارة كاملة يجب علينا أن نفصل يعني بريطانيا هي بالتأكيد تختلف عن باقي الدول الأوروبية برغم أن الواقع الحالي صعب وهذه الصعوبة سوف تستمر بالأشهر المقبلة ولكن بيد الحكومة البريطانية المقبلة على الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها للتخفيف من أعباء ارتفاع معيشة المواطن البريطاني لذلك أنا أراها بأنها مرحلة مؤقتة سوف لن تطول كثيرا ولكن إذا انتقلنا إلى باقي الدول خاصة منطقة اليورو أنا أرى هناك تحديات غير مسبوقة بالنسبة لمنطقة اليورو وبالنسبة لمستقبل المشروع الاقتصاد الأوروبي ككل لأن ارتفاع مستوى تضخم إلى هذه المستويات غير مسبوقة بالتأكيد سوف تؤثر بشكل مباشر على الدول ذات المديونية المرتفعة وهنا أخص بذكر إيطاليا التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية لديها لما يزيد على 150% من ناتجها الإجمالية المحلية لذلك يمكن أن نتسأل من هي الشيء التي سوف تنقذ إيطاليا في حال بدأ الاقتصاد الإيطالي بالترنح يعني بالنسبة لبريطانيا هي بالتأكيد مرحلة انتقالية وسوف لا تدوم طويلا في هذه النقطة بالتحديد أريد أن أفهم أكثر لماذا بريطانيا تعتبرها أنت أستاذ أحمد بأنها تمر بمرحلة انتقالية أو فترة ما وبيدها الكثير لتفعله عن باقي دول أوروبا لماذا؟ هذا سؤال وجيه وراقعي وأسمحي ببعض الوقت حتى أفصل لأن بريطانيا خرجت من المظلة الأوروبية ولديها الاستقنالية الكاملة باتباع الفياسة النقفية التي تراها الحكومة البريطانية المقبلة مناسبة بالنسبة للوضع الحالي هذا عكس ما هو الحال بالنسبة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وباقي دول منطقة اليورو التي هي مقيدة بشكل واقعي بقوانين الاتحاد الأوروبي وخاصة بالمعايير التي يفرضها والتي تفرضها الأمن الأوروبية الموحدة اليورو لذلك ليس بإمكان البنك المركزي الألماني أن يقوم بنفس الخطوات التي من المتوقع أن يقوم بها البنك إنجلتر المركزي هنا تأتي التوقعات بأن بريطانيا سوف تخرج خريبا من هذه الصعوبة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية يعني الوضع بالنسبة لإيطاليا بالنسبة لدول ما يعرف بدول الحافة وهنا يجب التذكير بالمخاطر الكبيرة التي واجهتها خمس دول أوروبية هي أعضاء في منطقة اليورو ولتي كانت أن توجي بالمشروع الاقتصادي الأوروبي ككل في عام 2012 حاليا التهديات هي أكثر خطورة بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2012 مستوى تضخم في بعض الدول في منطقة اليوروية تجاوز إلى 10% بشكل انفرادي هناك المستوى التضخم الإجمالي قارب من 9% وهذا المستوى هو بالتأكيد غير مشروع ولكن عندما نربط مثل هذا الواقع الاقتصادي القدير بدول تعاني من ارتفاع مستوى المديونية بالتأكيد المخاطر سوف تكون أعلى بكثير وأخطر بكثير إذا عدنا إلى بريطانيا يعني مستوى الديون بالنسبة للعائلات البريطانية هو متدنن مقارنة مع باقي الدول الأوروبية لذلك بإمكان العائلات البريطانية أن تتحمل ارتفاع مستوى المعيشة ولكن في نفس الوقت العائلات التي تعتمد على نظام الرعاية الاجتماعي هي بالتأكيد سوف تواجه تهديات وصعوبات كبيرة جدا أفهمك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يسين الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا تبحث وزارة الاقتصاد في ألمانيا تغيرات المناخية المحتملة في ضريبة الغاز وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن بلاده تتجه نحو قفزة في أسعار الطاقة وذلك مع حلول فصل الشتاء تجعل الزيادة الحالية تبدو صغيرة مضيفا أن أي تغيرات في الضريبة يجب أن لا تعرض امتدات الطاقة في البلاد للخطر من ناحية أخرى قررت مدينة لوباك الألمانية توقف الإضاءة الخارجية للمباني بدءا من الاثنين المقبل توفيرا للطاقة قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن تعاون مع الجزائر لن يغير وضع امدادات الطاقة لفرنسا أضاف ماكرون في ثاني أيام لزيارتي للجزائر أنه واثق بشأن امدادات الطاقة الفرنسية في هذا الشتاء وأضاف أن بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أظهرت إحصائية حديثة لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة أطأ عما كانت تشير إليه تقديرات الحكومة الفيدرالية وذلك خلال الربع الثاني من هذا العام وأوضحت الإحصائية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بمعدل بلغ 0.6% خلال تلك الفترة وفقا لقياس الأداء السنوية الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الثاني بوتيرة أطأ مما كان يتوقع في التقديرات الأولية بسبب تخفيض الإنفاق الاستهلاكية والضغوط على النمو الناجمة عن طباط ووتيرة تراكم المغزونات وهو ما قلل المخاوف من حدوث ركود وفي تقدير الحكومة الثاني للنتج المحلي الإجمالية فقد انكمش بنسبة 6% على أساس سنوية في الربع الأخيرة بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6% في الربع الأول وفي حين أن انكمش النتيج المحلي الإجمالية على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء للاقتصاد الأمريكي وليس انكمش ولتأكيد ذلك كشفت وزارة العمل أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قد انخفضت وبالنسبة لقطاع العقارات الأمريكية فقد تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو بين انخفاض تخفيف في فوائد القروض العقارية وهو ما يعيد بعض المشتريين إلى سوق الإسكان الرابطة الأمريكية للوسطى العقاريين أوضحت أن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة انخفض بنسبة 1% إلى 89.8% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 تراجعت أسعار الذهب السوق الأوروبية للمرة الأولى خلال الأيام الأربعة الأخيرة تحت ضغط انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية وقبل خطاب مرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول في منتدى جاكسون هول الاقتصادي العالمي هذا ومن المتوقع أن يوفر هذا الخطاب أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المتبقية لأكبر بنك مركزي في العالم خلال العام الجاري موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى حذرت منظمة الصحة العالمية من ان ملايين الاشخاص في منطقة القرن الافريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة حيث تواجه بلدان المنطقة معداما كاملا في الامن الغذائي لم تشهده منذ عقود واشارت المنظمة في تقرير لها بجنيف الى انها تعمل على الاستجابة بشكل عاجل لضمان الوصول الى الخدمات الصحية الاساسية ولتوفير العلاج لسوء التغذية الحاد واوضحت المنظمة ان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة وانها اطلقت بالفعل اكثر من 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها كاعانة مبدئية افادت وكالة الانباء الفرنسية بوقوع اربعة قتلى من بينهم طفلان في الغارة الجوية التي استهدفت اقليم تيجراي الاثيوبي في غضون ذلك اعلنت الحكومة الاثيوبية انها ستقوم بشن عمليات ضد اهداف عسكرية في تيجراي بعد يومين من عودة المعارك في الاقليم الواقع شمال اثيوبيا وجاء في بيان ان الحكومة الفيدرالية على استعداد تام لنقاش غير مشروط لكنها ستشن عمليات تستهدف القوات العسكرية التي وصفتها بالمناوئة للسلام داعية الاشخاص المقيمين في منطقة تيجراي الى ان يبقوا بعيدين عن المواقع التي تضم معدات عسكرية او منشآت تدريب اكدت وزارة الصحة الفلبينية عدم موجود سبب لتجديد التدابير في البلاد عقب اكتشاف اربع حالات اصابة بمرض جدر القردة وذكرت وزارة الصحة انها لا توصي بفرض اغلاق بسبب تأكيد اصابة الاربعة بهاج المرض وتقطن في مدينة ايلوايا مضيفة ان هناك تدابير متخذة لمنع انتقال المرض واشرت الصحة الفلبينية الى ان حالة الاصابة المؤكدة والحالات المخالطة والتي تم التعرف عليها تخضع للمراقبة ولحجر صحي صارم اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهد الكرام من جديد واستكمال نشرة الثالثة حيث اعلن الجيش الصيني انه اجرى مؤخرا منورات حول تايوان من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية ان 15 مقاتلة صينية حلقت اليوم عبر الخط الفاصل لمضيق تايوان والذي يعتبر في الاوقات العادية بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين يأتي ذلك فيما تواصل بكين انشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة كان الجيش الصيني قد اجرى سلسلة غير مسبوقة من المنورات البحرية والجوية في مناطق قريبة من تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بلوسي للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها اكدت رئيسة تايوان تساي انجوين ان الزيارات الاخيرة التي قام بها مسؤولون امريكيون عززت عزم الجزيرة على الدفاع عن نفسها جاء ذلك اثناء لقاءها بالسانتر مارشا بلاكي برران احدث مشريعة امريكية تصل الى الجزيرة في تحدي امريكي صريح لبيكين ما زالت حالة التوتر بين الصين والولايات المتحدة مستمرة بسبب تواصل زيارات مسؤولين من واشنطن لتايوان الامر الذي شجع تايبيه على تعزيز قدرتها للدفاع عن نفسها اذ اقترحت رئيسة تايوان رفع الانفاق العسكري هذا العام بمقدار اكثر من 13% ليصل الى 19 مليار دولار فمنذ زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي مطلع الشهر الجاري لتايوان وتولت الزيارات الامريكية التي زادت من حدة التوتر بين تايوان والصين زيارة السيناتورة مارشا بلاكبيرن الى تايبيه تعد احدث زيارة لمسؤول امريكي بعد زيارة خمسة مشرعين اخرين مؤخرا بلاكبيرن اكدت انها ستستمر في الوقوف مع تايوان ومع حقهم في الحرية والديمقراطية واوضحت ان الولايات المتحدة وتايوان تشتركان في تلك القيم رئيسة تايوان قالت خلال لقائها بالسيناتورة الامريكية ان الزيارات الاخيرة التي قام بها مسؤولون امريكيون عززت عزم الجزيرة على الدفاع عن نفسها وتات زيارة السيناتورة مارشا بلاكبيرن في وقت يخطط فيه وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو للعودة الى تايوان وسط توطر بالغ بين الصين والولايات المتحدة حول الجزيرة في الجانب المقابل لم تستبعد بكين ابدا استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها بمواصلة تدريباتها العسكرية بالقرب من الجزيرة علها تخضع او تعدل مسارها اعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الامراض والوقاية منها تسجيل اكثر من مائة الف اصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف من عودة تفشي سلالة متحورة من اوميكرون وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الامراض انه تم خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 81 وفاة متأثرة باصابتها بالفيروس التاجي ما رفع اجمالي الوفيات الى 26413 حالة قالت وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية ان تفشي حالات الاصابة بالحمة المشتبه بها في البلاد في اقليم ريان جانج الشمالي الشرقي في وقت سابق من هذا الاسبوع كان سببه الانفلونزا حثت السلطات الصحية المواطنين على ارتداء الكمامات الخاصة بالوجه وابلاغ السلطات المختصة دون السفر او التحرك اذا ظهرت عليهم الاعراض الخاصة بالحمة قائلة ان الانفلونزا يمكن ان تحدث بسهولة في جميع مناطق البلاد زادت حالات الاصابة بالفيروس كورونا خلال الفترة الماضية على مستوى العالم منظمة الصحة العالمية اعلنت عن وفاة اكثر من مليون شخص حول العالم بسبب الفيروس التاجي منذ يناير الماضي مرحلة التعايش مع فيروس كورونا لم تقف حائلا امام تزايد عدد الاصابات فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم حول العالم الا ان الفيروس ما زال موجودا ويهدد صحة الاف المواطنين حول العالم حتى وان قلت حدته منظمة الصحة العالمية كشفت ان مليون شخص في جميع انحاء العالم ماتوا منذ يناير الماضي بسبب الاصابة بفيروس كورونا وطالبت الحكومات بتسريع عمليات التلقيح في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكان العالم من دون لقاح وعلى الرغم من الجهود الدولية والتعاون بين الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا الا ان هناك عشر دول ما زالت عمليات تلقيح فيها اقل من عشرة بالمئة وفي هذا الاطار اوضحت الصحة العالمية ان ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصنين بما في ذلك ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة اربع كبار السن في البلدان منخافضات الدخل مشيرة الى ان فيروس كورونا اودى بحياة ستة ملايين واربعمائة وخمسين الف شخص في جميع انحاء العالم منذ ظهور الحالات الاولى في نهاية عام 2019 بمنطقة ووهان في الصين ورغم استمرار التحذيرات والمخاوف لم تجد العديد من دول العالم مفرا من اتخاذ عدد من الاجراءات لتخفيف القيود التي كانت مفروضة للتعامل مع جائحة كورونا في محاولة منها لتعويض الخسائر خاصة الاقتصادية التي طالت دول العالم اجمع كشفت ارقام رسمية ان عددا قياسيا من الحرائق سجل في الامازون بالبرازيل في مؤشر جديد الى الدمار الذي لاحق باكبر غابة مطيرة في العالم قال البرتو سيدزر رئيس برنامج مراقبة الحرائق في المعهد الوطني لدراسات الفضاء انه لا يوجد دليل على ان الحرائق منسقة بل تبدو جزءا من نمط عام لزيادة ازالة الغابات ويعز الخبراء الحرائق في منطقة الامازون الى تصرفات المزارعين ومربي الماشية والمضاربين الذين يقومون بافراغ الاراضي بشكل غير قانوني عبر احراق الاشجار يكافح رجال الاطفاء حريق غابات في جبال سان جابريال بجنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية وذلك عن طريق الجوة وعلى الارض وقد افهدت وسائل اعلام امريكية ان الحريق دمر ما يقرب من 96 فدانا في غابة سان جابريال الوطنية في غضون ذلك تواصل طائرة نفاثة ضخمة اسقاط مثبتات نيران ذات اللون الاحمر لابطاء تقدم النيران مناطق عدة في العالم شهدت مؤخرا ازمات تتعلق بتغير المناخية فاوروبا واجهت هذا الشهر اسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الاقل والتي ادت الى انحصار المياه في الانهار الرئيسية المهمة في حركة النقل وهو الامر الذي يؤثر سلبا على حركة الشحن الداخلي وهبوط انتاج كهرباء كما شهدت بعض الدول والعواصم الاوروبية فيضانات عارمة ادت الى كوارث ففي لندن تسببت الامطار الغزيرة في انحاء العاصمة البريطانية في فيضانات اسفر عنها حدوث فوضى بين الركاب مع تراري محطات مترو الانفاق والقطارات الرئيسة في بادنغتون وتشارن كروس الى الاغلاق جزئيا ربما يشهد العالم هذا العام واحدة من اكثر حالات الجفاف انتشارا منذ عقود وتحطم للارقام القياسية في بعض المناطق كما اصبحت حالات الجفاف المفاجئة اكثر شيوعة ففي الصين اعلنت ان موجة الجفاف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي هي الاسوأ على الاطلاق منذ ان بدأت البلاد في تسجيل بيانات الارصد الجوية في عام 1961 وأفادت بيانات رسمية بان الجفاف يضرب نصف اراضي الصين الشاسعة بدرجات متفاوتة بسبب موجة الحر التي تؤدي الى ندرة المياه هذا الصيف وعلى اثر ذلك قررت الحكومة الصينية تخصيص عشرة مليارات يوانا لدعم المزارعين لمواجهة الموجة رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد قالت انه يتعين على البنك ان يأخذ تغير المناخ في الحسبان عند اتخاذ القرارات لتأثيره الواضح خاصة على التضخم قالت المنظمة العالمية للارصاد الجوية انه من شبه المؤكد استمرار اسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الافريقي منذ اكثر من اربعين عاما اوضحت المنظمة ان توقعات للفترة من اكتوبر الى ديسمبر تظهر احتمالات كبيرة لاستمرار ظروف الجفاف بمستويات اعلى من المتوسط وتؤكد التوقعات الاحدث مخاوف وكلات الاغاثة التي تحذر منذ شهور من تفاقم عواقب الجفاف على بلدان افريقية بما في ذلك خطر المجاعة في حياة كريمة اعلنت وزارة الصحة عن اطلاق اربع قوافل الطبية في محافظات الجيزة الغربية دمياط الواد الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واضحت الوزارة ان القوافل الطبية تستهدف توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من اغسطس الجاري وذلك الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة اشارت الى ان القوافل تضم العديد من التخصصات مشيرة الى انها تقدم ايضا خدمات الاشعاء والتحاليل انطلقت قافلة طبية في قرية النوادرية التابعة لمركز فراسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد ان القافلة ضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الادوية بالمجان واسطى اجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا القافلة الطبية بتقدم خدمتها من ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية فقمت الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودة النواردة في القافلة معنا 12 عيادة خصوصية موجودة في كل عيادة طبيب اخصائي او استشاري بنلاقي تعاون من اهل القرية هنا سواء ان هم بيساعدونا بالاماكن اللي ممكن نخصصها كعيادة او كصيدلية لصرف الدواء الموقع ده من المواقع الصعبة في الكوافر الطبية لانه هو مش بتوفر فيه اي خدمة طبية في هذه المنطقة اقرب مستشفى من هنا بتعبط حوالي 18 كيلو عن هذا المكان العادات التخصصية اللي موجودة معنا هنا 12 عادات تخصصية جاية في عبابيات متنكلة مجهزة من وظافة الصحة والسكان العادات دي مجهزة بالاجهزة الطبية اللي بتخدم كل تخصص على حدة الموقع هنا جهزنا لان هنا مفيش واحدة صحية مفيش هنا خدمات حكومية موجودة في هذه القرية فبدأنا نجهز هنا القافلة في خلال عيدات المتنكلة اللي معنا موجودين نهاردة بقرية النوذرية التابعة لمركز فرسكور قافل علاجية من اهم المشروعات الخدمية الصحية اللي بتقدم في الفترة الاخيرة خاصة ان هي بتتميز بمستين اسيتين اولا مجانية الخدمة تماما بداية من قطع التسكرة وحتى انتهاء الخدمة الحاجة التانية كمان هي بتوصل للمواطن في المناطق النائية لحد عنده تخفيفا على اهلنا من كبار السن اللي بيقدرواش يوصلوا للمستشفى لارب مستشفى اليوم تحية للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة العظيمة حياة كريمة وطبعا ان احنا اهالي قرية النوادرية بنشكر سعادته على انه بيهتم بالمواطن البسيط والمواطن المحدود والمواطن اللي ما بيقدرش يوصل لمركزي او لمستشفيات علشان يتعالج تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد اعلنت وزارة الداخلية عن بدء فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد بجميع انحاء الجمهورية اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل يتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم منظومة الحياة الاجتماعية للمواطنين واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الامنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوزراء ما تردد من انباء من وجود نقص في الادوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية وشدد المركز الاعلامي على توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء في المستشفيات الحكومية او الوحدات الصحية واشار الى ان المخزون الاستراتيجي منها امن ومطمئن بكافة المستشفيات اكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ان الهدف الرئيسي لمؤتمر كاب 27 الذي اعلنته مصر هو التركيز على تمويل المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية وخلال لقائها بوزير المناخ الدنمركي اكدت وزيرة البيئة ان هناك اربعة موضوعات رئيسية مهمة تود مصر تبادل الافكار حول كيفية التعامل معها مع جميع الدول هي الامن الغذائي والزراعة والماء والطبيعة والتنوع البيولوجي اكد وزير الزراعة واستصلاح الارض سيد القصير ان اجمال السادرات الزراعية خلال الفترة من اول يناير وحتى الرابع والعشرين من اغسطس الجاري بلغت اربعة ملايين واربعمائة واتسعين الف وتسعة وتسعين طن من المنتجات الزراعية وفي تقرير لوزارة الزراع اشار الى ان اهم الصادرات الزراعية هي البطاطس والبصل التازج والطماطم وقد بلغ اجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا وستمائة وستة وعشرين الف قام وزير الموارد المائية والرية هاني سويلام بزيارة تفاقدية لمشروعات الوزارة بمحافظة الاسكندرية حيث تفقد محطة رقم واحد على المصار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقع على مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة بقدرة رفع 9 متر وبنسبة انجاز حاليا تصل الى 39% وأوضح سويلام أنه يجرى تنفيذ أعمال مشروع المصار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه حسب التوقيتات المحددة للمشروع تشهد مدن محافظة البحر الأحمر طفرة تنموية كبيرة في إطار الجهود التي تبدلها الدولة من أجل تحسين مستوى المعيشة في المحافظات كما علمت الدولة وعملت على تطوير المناطق غير الآمنة بالبحر الأحمر بتكلفة بلغت ملياراً وستمائة مليون جني جهود كبيرة تبذلها الدولة للتطوير في كل المحافظات بشكل عام وبمدن البحر الأحمر بشكل خاص لتنمية المحافظة والارتقاء بكافة خدماتها من خلال إنشاء مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة المشروعات تضم إسكان الروضة بالغردقة وإسكان سفاجة وإسكان القصير وإسكان رأس غارب وتشمل بناء العمرات والبيوت السكنية بنسبة تنفيذ بلغت مئة بالمئة في مدينة القصير وتحديدا في منطقة الكلاحين تم إنشاء عمرتين سكنيتين بهما أربعون وحدة كما تم إنشاء ستة وثلاثين بيتا ملحقا به فناء بإجمالي ست وسبعين وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ثلاثين مليون جنيه بداية طبعا كانت من توجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المواطنين المقيمين في المناطق غير أمينة لمناطق أخرى مخططة مناطق فيها نسبة البناء وليلة والمسحطات الخضرة أكبر دعنا نستوى الجمهورية طبعا إحنا في البحر الأحمر بدأنا المشروع ده بالتعاون ما بين صندوق تطولي العشوائيات ومحافظة البحر الأحمر على مرحلتين وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة وفي مدينة الغردقة تم تنفيذ مشروع البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة حيث تم إنشاء ثلاثين عمارة سكنية بها ستمائة وحدة وتم إنشاء مائتين وخمسين بيتا ملحقا به فناء بإجمالي ثمانمائة وخمسين وحدة وتبلغ تكلفة الإجمالية لمشروع حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه طبعا بفضل السياسة الحكيمة عندنا هنا في البلد انتنقلنا المساكن الرودة وطبعا هنا الأماكن جميلة جدا ومتوفر فيها كل المرافق والخدمات طبعا متوفر لنا كل حاجة بالنسبة للسوق الرودة وفيها كل حاجة بصراحة يعني متاحة طبعا إحنا أول سوبر ماركت في السوق الجديد في السوق الرودة وطبعا إحنا دائما بنشكر للقادة السياسية على الحاجات الجميلة المتوفرة دي أما بمدينة سفاجة فتم تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة والبلغ عددها ثلاث عمارات بها ستون وحدة سكنية ومائة واربعة وسبعون بيتا ملحقا به فناء بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي سبعة وثمانين مليون جنيه وفي مدينة رأس غارب يشتمل مشروع مساكن روضة على خمسمائة واربعة عشر منزلا مساحة كل منزل مائة وخمسون مترا مربعة كما يضم عمارتين تحتويان على ثلاثين وثلاثين وحدة سكنية وتكلفة أربعمائة وثمانية وثلاثين مليون جنيه وفي مدن الجنوب ضمن المرحلة الثانية تم بناء ألف وخمسمائة وحدة بمدينة الشلتين وتكلفة على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالبحر الأحمر خلال المرحلتين الأولى والثانية مليار وستمائة مليون جنيه إذن هي جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير كافة المحافظات ولتوفير سكن لائق لكل المصريين بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة ويتبقى فيها التذكير بأهم العنوان الأمم المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهام من الإطار الدستوري للانتخابات عودة ربط محطة زابوريجيا نوية بشبكة الكهرباء الأوكرانية وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قطع الكهرباء المملكة المتحدة ترفع صقف أسعار الطاقة بنسبة 80% وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا شكرا لطيم المتابعة ودمتم في أماننا إلا نهاية 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 Weed